تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من النقاة أشكرا وين اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوادقو اليوم خنيس عبر قناة سيرفيسبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى اليوم صراحة الموضوع ممسيطر علي اليومين ثلاث فقلت خليني أطلعه من راسي وحطه براسكم وأسمع منكم مجهة نظركم ريال مالريد سمح لبران بالخروج ما رفع رات براموس خلى يقرج كلام الآن عن خروج أوديغار وكلام واضح ما في أي صفقة رح تيجي اتدعم أي خط من الخطوط إلا صفقة واحدة كيليان إمبابي المهاجم الحلم بالنسبة للفرونتينو بريز النجم المرشح أمام الجميع وبنظر الجميع أنه يكون خريفة ميسي ورونالدو اللي بلا نقاش جودته تبدو الأفضل في كرة القدم بعد هدول الاتنين اللي عايشونا عشر سنين لا ينسوا في صراع كرة القدم الثنائي لكن السؤال اللي بيحكي في صفقات بتكون من أعلى جودة في الدنيا بس ما بتمشي زي ما بداك ما بتنجح زي ما بداك السؤال هو هون هل يمكن أنه لعب بجودة وقدرات إمبابي الخارقة يمر في أزمة في ريال مدريد وما يحقق المتوقع منه وممكن أجي أدعى عن الجواب بسببين السبب الأول أنا شخصيا مش قادر أتصور أنه مودريتش يقدر يكرر نفس المستوى الرائع تاعة الموسم الماضي بعد كل هالعمر بعد كل هالسنين هذا الشي أنا حاسس أنه صعب فلو أنه مودريتش نضرب كروس وكاسيميرو هيخلوا إمبابي كثير عليه لود لأنهم ما بواسطوا الكرة كثير لقدام مودريتش اللي ممكن يكون هو اللي بيقود خط الوسط للأمام وحكون في ضغط كبير على جهة إمبابي تحميل كبير لحمل إمبابي هذا الشي طبعا مرهون بأنه هازارد يظل مستوى السيء اللي شفناه أول موسمين أو يظله مصعب فلما يصير خط الوسط مش قادر وأظهرتك الفترة الماضي دائما مصابين وبصير كأنه إمبابي أنت عم بتنزله بالملعب وبتطلب منه يعمل خمس واجبات مع بعض وهذا الشي ممكن يأثر على مستوى هذا الشي ممكن يخليه مش مرتاح وهذا الشي ممكن يخليه سهل يوقع بإيدين الخصوم هذه هي النقطة الأولى يعني الريال ما رفع مستوى وكأنه يتوقع من إمبابي يرفع مستوى الفريق كامل فهل هذا الشي معنى أنه هيجي إمبابي الريال مش هيكون متحسن ممكن يكون مستوى أقل شوي أثلاثة كبرشانة يبلشوا يفرقوا بالنقاط تبلش الأجواء السلبية يبلش اللعب يتوتر ويبلش اللعب يشعر بأنه لا أنا مش جد المهمة ويتبلش مسألة الثقة وهون لما تهتز الثقة تهتز أعلى جودة ممكنة في كرة القدم هذا سبب ممكن يصير والسبب الثاني اللي أنا خائف منه على إمبابي لو كان إمبابي رايع الدور الإنجليزي كنت متوقع أنه هيحطم 3-4 الأرقام القياسية اللي بنعرفها ليش؟ الدور الإنجليزي تكتيكيا في البناء الدفاعي أسهل للمهاجمين السريعين المهاريين بيقدروا لعبوه فيه لكن في الدور الإسباني زي ما صار مع كوتينيو زي ما صار مع هازارد لما يجي ينزلوا أرض الملعب بنصدمه صح في نتائج ريال ومرشلون لهم اللي بيجيبوا الدوري بفوزه 6-7 بس على مستوى اللحظة الدوري صعب على مستوى المساحات الدوري مغلق دوري مغلق جدا بس مغلق بطريقة مرنة مغلق بطريقة أسرع من إغلاق الدوري الإيطالي اللي بنغلق شوي للخلف أكثر فإمبابي لما يجي لعب بهذا الدوري المختلف شوي عن الدوري الفرنسي ممكن يعاني ممكن اللعب اللي كانت إحصائياته خمس مراوغات في المباراة طبعا هذا الرقم الرأسي مش أكيد تصير إحصائياته اثنين في المباراة فتبلش التقارير انخفاض مهارة إمبابي تراجع عدد أهداف إمبابي وكل هذا طبعا بلش يعمل ضغط على هذا الشاب اللي بديثبت لسان جيرمان لحظتها إنه أنا مغلط لما رحت على يامدريد وبديثبت لبريز وجمهور يامدريد إنه أنا بس تحقت رحنوا عليه بإنكم تفرغوا الفريق عشان تجيبوني هلا هذي أسباب بتقول إنه ممكن تكون مهمته صعبة بس بالمنطق خلينا أوضح حسب وجهة نظري بعدين بدي أسمع وجهة نظركم الآن بالتعليقات بالمنطق إمبابي رح ينجح وين ما يروح في الدنيا إمبابي حيكون أحسن لعب في الدورة اللي بديه إياه مدام مسي مش فيه يعني ببساطة إمبابي بالمنطق حيكون أحسن لعب في الدورة الإسباني بعد ما مسي ها ينزل مستوى شوي لعشر سنين لقدام يعني هيك المنطق بيحكي إنه ما في زي إمبابي حاليا بكرت القدم حيث السرعة والقدرات والحسم والشخصية ما في بس بظني أحكي ما في صفقة بالدنيا مضمونة فبتتوقعوا أنتو هل إمبابي حي لما الريال وبرئز يغامر ويطلع بران وراموس وما يجيبش حد هل إمبابي حي خيب تظنه ولا حيرفع راسه قدام الناس ويقولوا لأ جبتلك ألقاب وسيبك من الدفاع هذا كلام زمان الآن في كيليان إمبابي بحب أسمع رأيكم الآن وبحب أشوفكم تتركوا لايك على الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله